اشتركوا في القناة الكائنات الحية لضمان بقائها والحفاظ على النوع واستمرارية الحياة طبعا ومنع الانقراض انواع التكاثر التكاثر اللاجنسي كالتبرعم في الفقريات اللي الخميرة والانشطار الثنائي في الاميبة وهي لا تحتاج الى اجهزة متخصصة اثنين التكاثر الجنسي الذي يحدث في الكائنات المتقدمة وعلى رأسها الانسان ويحتاج الى اجهزة متخصصة تسمى الاجهزة التناسلية سنتناول اولا الجهاز التناسل الدكري حيث يتكون اولا الخصيتان وهما معطيني جميع خصائصهم بيضاويتان طولهما من 3 الى 5 سنط عند الانسان البالغ يحملهما كيس الصفن خارج الجسم لتوفير درجة الحرارة اللازمة او الملائمة لهما لـ 35 درجة تحتوي الخصيتان على مئات الانابيب المنوية حيث تعمل على انتاج الحيوانات المنوية الخلايا البينية موجودة بين الانابيب المنوية حيث تنتج هيرمون التستيرون الذي يعمل على نمو وتطور الجهاز التناسلي الدكري ايضا يساعد في ظهور الصفات الجنسية الذكرية الثانوية مثل ظهور الشعر في اماكن خاصة خشونة الصوت وقوة العضلات طيب نيجي الان نتعرف على اللي هي الجهازان التناسليان ايضا تابع الجهاز التناسلي الدكري با يحتوي على العضو التاني او الجزء التاني الانابيب الناقلة الانابيب الناقلة تقسم الى ثلاث انواع واحد البربخ وهو انبوب كثير الالتواء حيث يستكمل به نمو ونطج الحيوانات المنوية وتخزينها فترة من الزمن با الأصهر انبوب مستقيم يتجه صعودا الى التجويف البطني وينتهي خلف المثانة البولية ثلاثة الاحليل وهو عبارة عن قناة مشتركة بين الجهاز التناسلي والجهاز البولي بعد ذلك جيم الغدد الملحقة اللي هي الغدد التناسلي المساعدة نيجي واحد الحويصلتان المنويتان تفرز سائل قاعدة لمعادلة حموضة البول وتفرز مادة سكرية ليفراكتوز غذاء للحيوانات المنوية تفرز ايضا مادة البروستا جلاندين التي تعمل على انقباض الاوعية الناقلة للحيوانات المنوية وتوجد الحويصلتان المنويتان كما هو ظاهر عندي في الرسم مرتبطتان بالأسهر نيجي بعد ذلك غدة البروستات هي غدة عضلية تحيط بقناة البول عند اتصالها بالمثانة وتفرز مادة قاعدية تساهم في معادلة حموضة البول وهي تلتف كحلقة حول قناة مجرى البول غدة كوبر تفرز مادة قاعدية لتطهير الاحليل وهي ترتبط بالاحليل اما الجزء الاخير عنا القضيب وهو عبارة عن ثلاثة انسجة عضلية اسطوانية لها قدرة على الانتصاب ويعمل على نقل السائل المنوي خارج الجسم ويوجد عند نهايته قطعة جلدية نصحنا الرسول صلى الله عليه وسلم بإزالتها بعملية تسمى عملية الختان نيجي الآن للأنشطة والتدريبات نشاط رقم واحد أكمل الفراغ الأنابيب الناقلة للحيوانات المنوية هي البربخ والأسهر والإحليل الغدة المسؤولة عن إفراز الغذاء الخاص بالحيوانات المنوية هي الحويصلتان المنويتان نشاط رقم اتنين وضحي أهمية كل من الالتواءات العديدة في البربخ طبعا إحنا عارفين ودرسنا أنه البربخ كثير الالتواء ليش؟ طوله 6 أمتار حتى تستطيع الخصية استيعاب طولها الذي يبلغ حوالي 6 أمتار ويستكمل فيها نضج ونمو الحيوانات المنوية هيرمون التستوستيرون يعمل على نمو وتطور الجهاز التناسل الذكري وظهور الصفات الجنسية الذكرية نشاط ثلاثة تتبع مصار الحيوان المنوي بدءا من مكان تكوينه حتى خروجه من الرجل يبدأ الحيوانات المنوية تنتج داخل الأنابيب المنوية وتوجه البربخ الوعاء الناقل الأسهر ثم إلى الإحليل ثم إلى الفتحة البولية التناسلية المشتركة ثم إلى الخارج بهيك بنكون أنهينا الجهاز التناسلي الذكري نشوف الآن الجهاز التناسلي الأنتوي وهو استكمال لبطاقة رقم 4 أيضا يتكون الجهاز التناسلي الأنتوي من عدة مكونات حيث يتم فيه إنتاج المويضات وإخصابها وتهيئة الظروف المناسبة للحمل والولادة ألف المبيضان يقعان أسفل الكليتان على جانبي الرحم طوله تقريبا ثلاث سانطي ترتبط المبايض بأذرع تسمى مصاريق المبيض وهي مرتبطة بالجدار الداخلي للظهر كما سبق وشرحناه طبعا في حصص سابقة كل مبيض يحتوي على حويصلات إجراف والتي تعطي لاحقا الخلايا التي تكون الخلايا البيضية الثانوية بعد طبعا حدوث عملية الانقسام المنصف تخرج الخلية البيضية الثانوية بالتناوب كل شهر فيما يعرف بالتبويض يعمل المبيضان على إفراز الهرمونات الجنسية الأنثوية وهي واحد هرمون الاستروجين الذي يعمل على إظهار الصفات الأنثوية الثانوية وهي مثل نمو الثديين والتساع الحوض أما هرمون لبروغسترون فهو ضروري لحدوث واستمرار الحمل نيجي الآن لقناتا البيض لقناتا فالوب تقع على جانبي الرحم في أعلاها قمع مهدب ويوجد على سطح الداخلي نوعان من الخلايا خلايا هدبية وخلايا إفرازية الخلايا الهدبية تدفع البويضة باتجاه الرحم أما الخلايا الإفرازية فتفرز مادة مخاطية تغذي البويضة وتسهل مرورها وتقبض بقناة البيض حتى تساعد على اندفاع البويضات أما الرحم فهو عضو عضلي يشبه ثمرة الإجاز طوله حوالي سبعة ونص سنطي يقع أسفل البطن في منتصف الحوض مبطنة من الداخل فيما تسمى بطانة الرحم لو بدي أعرف بطانة الرحم هي عبارة عن خلايا يزداد سمكة بفعل الهرمونات الجنسية أو حدوث الحمل وتثهتك في حال عدم حدوث الحمل فيما يسمى بالطمث ثالثاً المهبل وهو أنبوب عضلي طوله حوالي خمستعشر سنطي يصل بين الرحم والفتحة التناسلية وينقل إفرازات الرحم والمولود إلى الخارج نيجي الآن للنشاط أو الأنشطة الموجودة عندي اختار الإجابة الصحيحة ما الهرمون الضروري لحدوث واستمرار الحمل طبعاً الهرمون هو هرمون لبروغسترون أي من الآتية يزداد سمكة بفعل الهرمونات الجنسية أو حدوث الحمل وتتهتك في حالة عدم حدوثه اللي هي إيش؟ الرحم لي يعني بطانة الرحم المقصود فيها ما العرض الذي لا يعتبر من الصفات الجنسية الذكرية الثانوية طبعاً اتساع الحوض لأنه اتساع الحوض من صفات الأنثوية وليست الذكرية نشاط اتنين تثبعي مصار البويضة خلال رحلتها من المبيض إلى الرحم طبعاً تخرج البويضة من المبيض إلى قناة فالوب إلى الرحم لكن ما الذي يحدث خلال هذه الفترة يتم إنتاجها في المبيض لتنتقل بعد خروجها من حويصلة جراف إلى قناة فالوب بفعل الأهداب ويتم إخصابها في الثلاثة الأول من قناة البيض ثم تسير في قناة البيض لتنزرع في الرحم في اليوم من السادس إلى التاسع من الإخصاب الآن نشاط رقم 3 من خلال فهمك للدرس السابق ماذا يحدث في حال تم قطع قناتي البيض أو ربطهما طبعاً ستغلق القناة نهائياً ولا تسمح للحيوانات المنوية بالوصول إلى البويضات وتتحلل حيث يمتصها الجسم وتصبح الأنثى غير قابلة للإخصاب والحمل والإنجاب بعد ذلك إلى هنا نكون قد أنهينا حل بطاقة رقم 4 انتظرونا إن شاء الله في الفيديو القادم مع حل بطاقة رقم 5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته